مشاهدينا الآن ينضم إلينا مباشرة من برطلة موفد الحرى ميتم الشباني ميتم الحمد لله على سلامتك أولا كيف كانت الأجواء أثناء الدخول الأول للقوات الأمنية العراقية إلى هذه الأحياء وتحريرها مساء الخير حيدر يعني اليوم كان يوم استثنائي بالقتال نظرا لوعورة هذه الأرض وطبيعة انتشار مسلحي داعش هذه المناطق كانت تعد من أكثر المناطق التي ينتشر بها المسلحين لأنها تمثل مناطق صد رئيسية وتضم أبنية ومقرات للكثير من قياداته خاصة من ما يعرفون بالمهاجرين أو هم من المقاتلين العرب والأجانب الوافدين إلى العراق يوم أمس كان إصدار جديد لما تسمى بوكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش حاولت أن تشوه خبر تحرير منطقة التحرير وهذه الأحياء التي دخلتها قوات جهاز مكافحة الإرهاب قبل يومين لكن اليوم كنا نتواجد في نفس الأماكن التي سبق وأن بثت صورها هذه الوكالة بأنها لم تحرر حقيقة ما بثته هي أخبار مزيفة قوات جهاز مكافحة الإرهاب تتقدم إلى الأمام ربما هي الآن على مشارف حي القاهرة وهو من أكثر الأحياء التي تعتبر من أكثر الأحياء تشددا في الموصل واحتضانا لمسلحي داعش مع الآن السيد الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي قائد محور في جهاز مكافحة الإرهاب ليحدثنا عن آخر التطورات الأمنية هو اليوم كان برفقتنا منذ انطلاق الواجب وحتى نهاية هذه المعارك مرحبا سيادة الفريق مرحبا بكم ومشاهديكم الكرام سيادة الفريق هل لك أنت ضعنا في صورة من الأحداث أو ما جرى بعد ما خرجنا من هذا الواجب نعم أنت كنت برفقتنا اليوم وليس نحن برفقتك هذه معلومة ورافقتنا ودخلنا إلى حي التحرير وإلى الجامع آل البيت الذي بث الوكالة أنهم هو تحت سيطرتهم ووقفنا ليس قريبا منه بل أمام الجامع بمئات الأمتار اليوم مستطاع أبطال جهاز مكافعة الإرهاب من تطهير حي المعلمين والعلماء والمحاربين ونقف على أبواب مسافة لا تفصلنا إلا أمتار عن حي القاهرة وحي الزهور عملية التطهير مستمرة ولن تتوقف حتى نطهر الساحل الشرقي بأكملها سيادة الفريق اليوم شاهدنا يعني ربما هناك مأساة إنسانية تنظيم داعش يحاول تفجير العجلات المفخخة داخل الأزقة وربما حتى في باحات البيوت هناك أيضا مجاعة هناك يمتنع الكثير من الأهالي أو يتخوفون من الخروج لكن بالمقابل هناك أطفال ونساء كيف تتعاملون مع هذه المواقف يعني أنت موجود وشفت العجلات المفخخة وين انفجرت والهاوانات اللي يستخدمها على المدنيين ربما هناك كان بعض الشكلة كثير من الشرائح المجتمع لا رد أقول فيها معينة أنه حتى تتبين حقيقة داعش أنه هو ضد الإنسانية بأجمعها لا يميز بين سني وشيعي أو مسلم وغير مسلم يعني كان يستهدف الأطفال والشيوخ والنساء وحتى بعض النازحين الذين كانوا يمرون عبر الطرقات استخدموا سلاح القناصة ضدهم فهذه الأساليب القذرة التي يستخدمها أسقط الداعش في نظر الجميع ربما كان هناك له بعض المؤيدين لكنه بهذه الأفعال أعتقد لم تبقى أي حج أو عذر لهذه المجامع أبرز العراقيل أو المشاكل التي تواجه تقدم القطاعات نحن نعلم أن تواجد المدنيين في الأحياء السكنية أمام جهاز مكافحة إرهاب متخصص في قتال الشوارع ربما تكون ليست بالمهمة السهلة هي صعبة جدا لكن هناك عراقيل أبرز هذه العراقيل التي تواجهكم نحن سبق وانذكرنا أنه كثرة المدنيين بكثافة وعملية الحفاظ عليهم وإخراجهم من أرض المعركة هو هذا يمثل التحدي الأكبر أما المفارز المتواجدة والقناصات من السهولة معالجتها من قبل أبطال جهاز مكافحة الإرهاب لكنه تبقى العجلات المفخخة التي استخدامها بكثرة تمثل أيضا تحدي آخر ولكن ليس كتحدي إخراج المدنيين من أرض المعركة بسلام أي أكثر الأحياء المرشحة للاختحام يعني بعد هذه الأحياء حي التحرير ربما كان من أكثر الأماكن التي تعتبر نفوذاً لتنظيم داعش وبعده حي المحاربين حي القاهرة اليوم كما سمعنا من الأهالي يعتبر نقطة تطرف ساخنة جداً وتواجد للكثير خاصة من المقاتلين العرب يعني نحن طهرنا أغلب الأحياء التي كانوا لهم تواجد بكثرة وجعلوا منه خطصة متمثلة بحي السماح والملايين وحي عدن وحي الزهراء هو كان يتواجد في هذه الأحياء بكثافة واستخدام العجلات المفخخة بكثافة لكنه استطعنا من تطهير هذه الأحياء أما الأحياء كلما اقتربنا باتجاه النهر ستكون أوسع وحجم البيوت أوسع وعدد السكان أقل فأكيد سرعة التقدم ستكون أسرع مما موجودة حالياً شكراً جزيلاً ربما هناك أيضاً جوانب مشرقة بعيداً عن الجوانب العسكرية هناك العديد من العائلات المسيحية بدأت تعود إلى أماكن مثلاً بورطلة أو بعض الأماكن الأخرى بعدما دخلتها قوات جهاز مكافحة الإرهاب عادت هذه العوائل لتستعيد ذكرياتها بعدما تعرضت له طيلة الأيام أو الشهور أو السنوات عفواً التي دخل بها داعش نعم حيداً شكراً جزيلاً لك ولضيفك الكريم